شو بتعمل؟ بتفرجيك بتحول السحلية لطير ها؟ تفرج هاي السحلية طيب لو فرضنا بنا لها منقار زي هيك منقار والديل ضب شوي والاطراف كمان ضبناه تفرج بتقبل هجنحات زي هيك هجنح كمان تفرج هاي طار السلام عليكم في مقالٍ للكاتب الأمريكي نعوم شاومسكي بعنوان تين ستراتيجيز ومانيبليشن باي دي ميديا ذكر الكاتب عشر وسائل يستخدمها الإعلام ليغسل بها عقول الشعوب وذكر منها خاطبهم كأطفال هذا ما يفعله أتباع الخرافة حين يتكلمون عن تحول كائنٍ إلى آخر كأن الكائنات الحية لعبةٌ معجونية يمكن إعادة تشكيلها لإنتاج شكلٍ من آخر كأنها رسمةٌ بالقلم على ورقة أو رسمة غرافيك ثري دي تعمل فيها استطالة ستريتش هنا وتقصير هناك ببضع ضغطاتٍ على الماوس ثم هب إذا لدينا كائنٌ آخر دون أيَّة مراعاةٍ لما تتطلبه هذه التغيرات الشكلية الخارجية من تغيراتٍ ضخمةٍ جدًا في الأجهزة الحيوية والتشفير الوراثي تعالوا نأخذ مثالاً بسيطاً أقل تعقيداً لن نتحدث عن تحول نوعٍ من الكائنات إلى نوعٍ آخر مختلفٍ تمامًاً في أجهزته الحيوية بل عن تغيرٍ بسيطٍ في نفس الكائن الزرافة التي يفترض داروين وأتباعه أن رقبتها استطالت عبر الأجيال داروين كان يرى مثل لا مارك بأن ذلك حصل نتيجة مدِّها عنقها لتناول الورق وأتباع داروين علموا أن ذلك خرافة فقالوا بدلاً منها بل بالطفرات العشوائية طفراتٌ عشوائية أطالت رقبتها وانتهت القصة تعالوا نرى إخواني ماذا تتطلب هذه الاستطالة من تغيراتٍ على مستوى أجهزة الجسم ولنأخذ فقط القلب والأوعيات الدموية المسافة بين القلب وأعلى رأس الزرافة تصل إلى ثلاثة أمتار يعني قريباً من ارتفاع طابق وبالتالي فقلب الزرافة يجب أن يكون قويًا جدًا ليتمكن من ضخ الدم إلى هذه المسافة عكس الجاذبية وهو بالفعل كذلك فوزن قلبها قد يتجاوز الأحد عشر كيلوغرام وطول قلبها حوالي ستون سنتيمتراً وسمك جدرانه سبعة ونصف سنتيمتر وبالتالي فهو يضخ الدم بقوةٍ شديدة إلى رأس الزرافة عكس الجاذبية تخيّل معي الآن عندما تنزل الزرافة رأسها لتشرب الماء القلب يعمل مع الجاذبية الآن وهذا الضخ القوي يفترض أن يفجر عروق رأسها لكن هذا لا يحدث لماذا؟ لأن هناك آلياتٍ عديدة لمنع حدوث ذلك أولاً هناك صمامات على طول الشرايين السباتية المغذية للدماغ تبطئ من اندفاع الدم نحو الدماغ عندما تحني الزرافة رأسها لكن حتى مع هذه الصمامات فإن آخر دفقةٍ من الدم للدماغ كفيلةٌ بتفجير الشرايين الصغيرة الموصلة له لذلك فلدينا آلية حمايةٍ ثانية وهي أن الدم لا يذهب للدماغ وشرايينه الصغيرة مباشرةً وإنما إلى شبكةٍ من الأوعيات الدموية أسفل الدماغ تعمل مثل الإسفنج لتمتص الصدمة ثم تتكفل بتوزيع الدم برفقٍ في دماغ الزرافة هذه الشبكة من الأوعيات الدموية تتمدد لتستوعب كميات الدم الزائدة عندما تنزل الزرافة رأسها هذه الشبكة معقدة للغاية وتسمى ريتي ميرابيلي ويسمونها أيضاً The Wonderful Network أي الشبكة الرائعة وهي بالفعل رائعة وأجريت عليها الكثير من الأبحاث العلمية الآلية الوقائية الثالثة هي وجود سبع صماماتٍ في الوريد النازل من الرأس إلى القلب هذه الصمامات تمنع الدم النازل من الدماغ إلى القلب من الرجوع إلى الدماغ هذه الآليات الثلاثة تحمي دماغ الزرافة من الانفجار عندما تحني رأسها لتشرب طيب عندما ترفع الزرافة رأسها من جديد ماذا يحدث؟ تنقبض الأوعيات الدموية في الشبكة الرائعة ريتي ميرابيلي في الوقت المناسب لتضخ الدم إلى الدماغ والصمامات في الشرايين المتوجهة من القلب إلى الدماغ تمنع انزلاق الدم إلى الأسفل فيأخذ الدماغ حاجته من الدم ولا تدوخ الزرافة المشكلة العكسية نواجهها مع أرجل الزرافة إذ أنه من المتوقع أن يتجمع فيها الدم وتنتفخ الأرجل لكن ذلك لا يحصل لأنها تمتلك جلدا ثخينا شادا تايت في ساقيها مثل جوارب الضغط التي يستخدمها بعض المرضى لمنع الدم من التجمع في الأطراف حتى وكالة ناس الفضائية تدرس هذه الجزئيات في تصميم الزرافة لتصمم أتقم جاذبيت لرواد الفضاء كل هذا تطلبه طول عنق الزرافة وهذا على مستوى الجهاز الدموي فقط اقرأ إن شئت عما يتطلبه طول عنقها في جهازها الهضم والتنفس والعصب وغيرها كل هذا مثال على التعقيد غير القابل للاختزال فالآليات المذكورة كلها لابد أن تتوفر دفعة واحدة مع رقبة طويلة ولا تتوافق مع فكرة التدرج البطيء أبدا فقلب الزرافة الكبير سيفجر عروقها لو كانت رقبتها قصيرة ولو كانت الرقبة طويلة دون هذه الآليات المعقدة فلن يصل الدم إلى الدماء فالمسألة ليست كما يصور كهنة الخرافة مط للرقبة قليلا بالرسم أو على فوتوشاب وانتهت القصة في استغفال واحتقار لعقول متابعهم كل هذا لا مكان فيه للعشوائية ولا الصدفية أتعلمون إخواني ما معنى أن يتواجد قلب الزرافة الكبير تتواجد الشبكة الرائعة أو الصمامات أو الجلد الثخين كل من هذه التراكيب فيها عدد كبير جدا من البروتينات المختلفة المتكاملة المتناسقة ماذا يعني تكونها بالعشوائية سأضرب لكم مثالا يقرب الفكرة تصور معي عشرة أجهزة كمبيوتر على كل منها ملف وورد مختلف عن الآخر وكل منها مشبوك على طابع تطبع ملف الوورد بشكل آلي كل ساعة وأوراق الطابعة الناتجة هي بلغة بريل يقف بجانبها عميان وكل أعمى يمسك الورقة الناتجة يتلمسها بأصابعه ويركب على أساسها قطع ليغو بأشكال معينة ثم هناك في وسط هذه الأجهزة شخص أعمى أيضا يأخذ ما ينتجه العميان العشرة فيجمعها في تركيب ضخم ملفات الوورد على أجهزة الكمبيوتر في مثالنا تشبه الشفرة الوراثية بما فيها من جينات متنوعة الطابعات تشبه عمل نسخ من هذه الجينات أو ما يعرف بالـ RNA العميان هم الريبوزومات التي تقوم بقراءة النسخ وتحويلها إلى بروتينات صغيرة التركيب الضخم المتجمع في النهاية هو أحد بروتينات الخلية والذي يتألف من عدة بروتينات صغيرة وكل هذا يمثل ما يحدث في خلية واحدة من خلايا كائن حي أتباع الخرافة يقولون الطفرات العشوائية هي التي أكسبت أسلاف الزرافة الآليات البديعة التي تكلمنا عنها أثناء استطالة عنقها بالتدريج الطفرات العشوائية يعني تصور أننا أتينا بعشرة أطفال في السنة الأولى من عمرهم ووضعنا كل منهم على أحد أجهزة الكمبيوتر فصار يضرب على لوحة المفاتيح الكيبورد عشوائيا فيغير في ملف الورد والطابعات تطبع والعميان يجمعون قطعا صغيرة على أساس الأوراق الجديدة طبعا تخبيصات الأطفال هذه يجب أن تكون كثيرة حتى تنتج لنا بروتينا جديدا المشكلة أن التخبيص سيخرب ملفات الورد الأصلية يعني المادة الوراثية اللازمة لإنتاج بروتينات ضرورية لحياة الكائن المادة الوراثية إخواني مؤلفة من مليارات الحروف وفيها الشفرة لعشرات آلاف البروتينات تغيير واحد في مكان حساس من هذه الحروف قد يكون مميتا أو ينتج عاهة في الحيوان سيقولون لك لا مشكلة الانتخاب الطبيعي سيقضي على الكائنات غير الصالحة للبقاء ولك أن تتصور كم سيكون عدد هذه الكائنات مع تخبيصات الأولاد استمر الردع في الضرب على الكيبوردات وفي يوم من الأيام نجحت تخبيصات أحدهم في إنتاج فقرة لها معنى فتم ترجمتها إلى بروتين صغير جديد مفيد وتزامن هذا بالصدفة مع أن الردع التسعة الآخرين أنتجت تخبيصاتهم أيضا وفي اللحظة نفسها فقرات مفيدة تم ترجمتها إلى بروتينات صغيرة أخرى والخبر الأسعد أن هذا كله حصل بالتزامن مع أن تخبيصات أطفالنا أعادت الشفرة الوراثية الأصلية كما كانت لتنتج البروتينات الأصلية اللازمة لحياة الكائن وتجمّعت البروتينات الصغيرة الجديدة لتنتج بروتينا ضخما سيكون خطوة على طريق تشكّل صمّام أزيدكم من الشعر بيتا تزامن هذا الحدث السعيد مع عشوائيات مثلها في مكان آخر من المادة الوراثية على كروموسوم آخر فأنتجت لنا بمجموع الصدف المتزامنة بروتينا آخر سيكون خطوة على طريق زيادة حجم القلب وهذا كله أيضا بالتزامن مع تخبيصات على كروموسوم آخر أدّت إلى إنتاج كولوجين جديد سيكون خطوة على طريق تشكّل جلد سميك في ساقي الكائن وبهذا تكوّن لدينا كائن انتقالي ناجح وسط بحر من المحاولات الفاشلة التي قضت عليها الطبيعة تكوّن لدينا كائن أطول رقبة بقليل من الكائن الأول تكوّن هذا الكائن فصاح قائلا هي رايام لكن وين المدام؟ حتّى تكتمل فرحة كائننا الجديد فكل هذه الضربات العشوائيّة حدث مثلها أو قريب منها بالتزامن لتنتج كائناً أنثى بمجموع الصدف بما يصلح لتزاوجها مع الذكر ومع مرور ملايين السنين واستمرار الرضع في التخبيص وهدم ما بنوه من إضافات ثم إعادته بالصدف ثم إضافة فقرات جديدة ذات معنى تكوّنت عندنا الزرافة بقلبها الكبير وشبكتها الرائعة وصمّاماتها وجلدها الخاص وتناسق أبعادها الدارس لعلم الأحياء سيفهم مثل هذا تماماً وسيعلم أنّ الأمر في الحقيقة أعقد وأصعب من هذا بكثير وإذا أردت أخي أن تسوعب موضوع تشفير الوراثي أكثر فأرجو أن تعود للحلقة 19 من رحلة اليقين بعنوان الشفرة الوراثيّ المذهلة الذي يفهم تركيب الخلية والتشفير الوراثي سيدرك أنّنا لو زوّدنا الخلية بمخازن لا تنتهي من الأحماض الأمينية وعرّضناها لكلّ عوامل الطفرات العشوائيّة فإنّ الجوّ والأرض والبرّ والبحر ستمتلئ بالمحاولات الفاشلة والبروتينات عديمة القيمة دون أن تتحوّل الخلية بمجموع الصدف لنوعٍ آخر من الخلايا هذا وآلاف الخلايا تتجمّع على رأس دبوس كلّ ما ذكرناه إخواني هو في تغيّرٍ بسيطٍ نسبيّاً في نفس الكائن استطالة عنوقه فقط لك أن تتصوّر حجم المهزلة إذن عندما يتكلّم أتباع الخرافة عن تحوّل الزواحف إلى الطيور أو تحوّل كائنٍ برّي إلى الحوت على ما بين هذه الكائنات من فروقاتٍ ضخمةٍ جدّاً في كافة أجهزتها الحيويّة بل وحاجتها إلى إنتاج أجهزةٍ جديدة كجهاز الطيران أو السباحة عندما تدرك ذلك أخي فستدرك مدى الاحتقار للعقل البشري الذي يمارسه أنصار الخرافة حين يعرضون لك رسمةً كهذه أو كهذه ريشٌ ينبت على أيدي الضيناصور ليستطيع التقاط البعوضة في كوميديا درامية عيب يا جماعة والله عيب كان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت عندما تفهم هذا كلّه ستستفزك هذه الرسومات التي لا تحترم العقل ولا العلم وستدرك كم يخدع ريتشارد دوكنز قراءه ويستغفلهم حين يوهمهم بأن العين تكونت شيئاً فشيئاً من واحد إلى مئة بالمئة وكذلك أجنيحة الطيور ستدرك مدى الجهل الذي يتحلّ به بعض عرّابي الخرافة العرب حين يقولون لك من الممكن أن تكون الزواحف قد نبت لها ريش بالطفرات العشوائية نبت لها ريش علمًا بأن تركيب الريش معقدٌ جدًا جدًا ستدرك أن الرسومات والخيالات التي يمررها أتباع الخرافة بكل بساطة هكذا في كلمة أو رسمة تتطلّب ملايين التغييرات أي ملايين الحروف الجديدة والمتغيرة التي يجب أن تكون كلها صحيحة بل وكلها مرتبطة ببعضها البعض يعني العضو الجديد كالجناح الذي سيظهر للديناصور بزعمهم يجب أن يتزامن معه تغيّرات عشوائيّة كثيرة وصحيحةٌ كلها لتغذية الجناح بالدم والأعصاب ولربط عظامه الجديد مع جسمه بالأربطة والعضلات وغيرها وكل هذا دون التأثير على باقي ملف الورد أو مع إرجاع أخطائه كما كانت كل هذا يمثّله لك أتباع الخرافة بمطةٍ بسيطةٍ بالمعجون ستدرك كم هو مضحك أن يصف أتباع الخرافة العقلاء المؤمنين بأنهم سطحيون ساذجون لأنهم يرفضون خرافتهم ولنا مقفةٌ أخرى مع الموضوع حين نتكلم عن محاولة التوفيق بين الخرافة والإسلام باقتراح فكرة التطور الموجه كيف أن هذا يتطلب حدوث عددٍ ضخمٍ جدًا من التغييرات المقصودة في المادة الوراثية في تزامن وهذا يناقض تعريف التطور أمثلة خاطبهم كأطفال كثيرةٌ جدًا في كلام أتباع الخرافة لكن لا نريد أن نطيل عليكم إذن تحدثنا حتى الآن عن ثلاثة أساليب لترويج الخرافة خلطها بالحقائق والإبهار لإقناعك بتأجير العقل وخاطبهم كأطفال تابعوا معنا إخواني الحلقات القادمة لنرى أساليب أخرى والسلام عليكم ورحمة الله